اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كروشي هنعمل مع بعض الفيديو النهاردة وحدة مدورة شكلها جميل قوي ممكن نستخدمها نشبهكم في بعض ويبقوا مفرش صفرة او مفرش للصالون او ممكن نعمله مفرش صغير للتقطوقة ممكن نستخدمهم وحدات لبلوزة نشبهكم في بعض ونعملهم بلوزة ممكن نعمله مفرش سرير وحدة بسيطة وسهلة هنعمل اللي ممكن نستخدم فيها اي نوع خيط احنا عايزينه ممكن خيط قطن عادي وممكن خيط المفارش اللي هو خيط الصياط لو حابين نعمل مفرش صفرة كله نوع خيط طبعا بيختلف في مقاسة الابرة على حسب الحجم الخيط اللي احنا بنشتغل فيه فبنستخدم معا الابرة المناسبة انا عملت عقدة البداية بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح عند اول غرزة سلسلة اشتغلتها وعمل فيها غرزة منزلقة يونت معي حلقة صغيرة بعد كده هشتغل ثلاثة سلسلة واحد اتنين تلاتة ارتفاع غرزة العمود بلفة بعد كده هشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل فيها غرزة عمود بلفة كده هتكون معي تاني فارغ بعد كده هشتغل سلسلتين اتنين وادخل ثلاثة وادخل فيها غرزة عمود بلفة سلسلتين هل انها작 rewind اتنين هدخل ثلاثة وادخل دائرة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة سلسلتين وادخل فيها غرزة عمود بلفة سلسلتين بشتغل جوة دايرة غرزة عمود بلفة بارتفع سلسلتين وبدخل جوة دايرة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة تشوف كده كان فراغي تكون معنا من اللي هو الاتنين سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة المفروض يكون معي تامن فراغات هشتغل اخر فراغي ان انا هشتغل اتنين سلسلة وهعدي سلسلة اتنين في السلسلة التالتة هدخل وهشتغل فيها غرزة منزلقة يبقى كده تكون معي التامن فراغات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني هنتقل للراوند اللي بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة بعد كده هزود عليهم سلسلة فراغ وهروح هنا لا في الراوند ده هشتغل اربعة سلسلة انا كده خلصت الراوند اللي تكون فيه معي تمام فراغات هشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهلف الخيط على الابرة مرتين هروح لفراغ الاتنين سلسلة ده وهشتغل فيه تلاتة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة كده اول عمود باتنين لفة بشتغل كمان مرة في نفس الفراغ بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين كده تانية غرزة عمود باتنين لفة كده تلاتة ببقى معي اربع حلقات بلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض بعد كده بشتغل غرزة سلسلة ان انا بقفل بها الاعمدة اللي مش كاملة وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهلف الخيط مرتين على الابرة وهروح لفراغ الاتنين سلسلة اللي بعزين وهدخل فيه وعمل اربعة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده واحد كده اتنين كده تلاتة كده اربعة وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده بشتغل سلسلة اللي انا بسبت بها غرزة العمود باتنين لفة مش كاملة بعد كده بشتغل خمسة سلسلة فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبلف الخيط مرتين على الابرة بروح للفراغ اللي بعديه على طول اللي هو الفراغ اللي اتنين سلسلة وبدخل فيه وبشتغل اربعة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة كده واحد كده اتنين كده تلاتة كده اربعة وبعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض وبشتغل فيه السلسلة بعد كده بشتغل خمسة سلسلة الفراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبفضل ماشي كده بنفس الطريقة ان انا بشتغل في كل فراغ اتنين سلسلة اربعة غرزة عمود باتنين لفة مش كاملة بعد كده بشتغل عليهم غرزة سلسلة بعد كده بعمل خمسة سلسل فراغ هكمل بنفس الطريقة الهاد ما وصل لاخر الدور وهارجع لكتين واشتغلت بنفس الطريقة الهاد ما وصلت لانهائية الدور بعد كده اشتغلت اخر غرزة مجمعة لانعمود باتنين لفة بعد كده اشتغلت سلسلة بعد كده ارتفعت خمسة سلسلة فراغ هروح هنا عند الغرزة اللي هنا دي غرزة الاعمودة باتنين لفة المجمعة وادخل فيها واشتغل فيها غرزة منزوليكو تكون معنا بالشكل ده كده بعد كده اشتغل تلاتة سلسلة واشتغل سلسلة فراغ تلاتة سلسلة دولي هتبرهم اول غرزة عمود بلافة وادخل اشتغلت سلسلة فراغ هروح لفراغ الخمسة سلسلة اللي بعدين واشتغل فيه ستة غرزة عمود بلافة عدية واحد اتنين تلاتة اربا خمسة انا ايدي سادسة مع بعض ستة بعد كده اشتغل سلسلة واروح لفراغ الخمسة سلسلة اللي بعدين على طوله اشتغل فيه ستة غرزة عمود بلافة عدية واحد اتنين تلاتة اربا خمسة ستة وهشتغل سلسلة واروح لفراغ الخمسة سلسلة اللي بعدين وهشتغل فيه ستة غرزة عمود بلافة مش كاملة واحد ايه بلافة عدية قصدي اتنين تلاتة اربا خمسة ستة نفس الطريقة كده ان انا هشتغل سلسلة فراغ واروح لكل فراغ خمسة سلسلة هشتغل فيه ستة غرزة عمود بلافة عدية هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور وهارجع لكتين وصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر فراغ خمسة غرزة عمود بلافة بس عشان انا كنت هنا عاملة عمود اللي انا كنت عاملها اللي راتفية هتضموا معهم هيكونوا ستة هعد سلسلة اتنين تلاتي وادخل في السلسلة التالتة وهشتغل فيها غرزة منزلقة يبقى كده هكنون ستة عمودة هنا عندي فراغ السلسلة اللي انا اشتغلته هدخل فيه واشتغل فيه غرزة منزلقة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة مين لا هدخل في الفراغ وهشتغل فيه غرزة حشو هدخل في فراغ السلسلة هنا وهشتغل فيه غرزة حشو بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهسيب غرزة اتنين تلاتة وهروح في الغرزة الرابعة وهشتغل فيها غرزة حشو بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح لفراغ السلسلة وهشتغل فيه غرزة حشو ده كده الرواند الأخير في الوحدة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهد غرزة اثنين ثلاثة وفي الربع هدخل وعمل فيه غرزة حشو بعد كده هشتغل خمسة سلسلة بروح هشتغل في فراغ السلسلة باشتغل فيه غرزة حشو وباشتغل خمسة سلسلة وبسيب غرزة اثنين ثلاثة بروح في الغرزة الرابعة واشتغل فيها غرزة حشو وباشتغل خمسة سلسلة وبروح لفراغ السلسلة ده وباشتغل فيه غرزة حشو وبفضل مشي بنفس الطريق ان انا باشتغل خمسة سلسلة وبعدس غرزة اثنين ثلاثة وبروح في الربع واشتغل فيها غرزة حشو وبعد كده باشتغل خمسة سلسلة وبروح عند فراغ السلسلة وادخل فيه واشتغل غرزة حشو وبفضل مشى كده بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور هكامل حد نهاية الدور وهرجع له كتين وصلت لنهاية الدور وارتفعتها خمسة سلسلة هروح هنا عند اول غرزة حشو وادخل فيها واشتغل غرزة منزلقة وبقص الخيط الزيادة بتكون معي واحدة بشكل ده كده واحدة سعلة وبسيطة بالكروشي ممكن استخدامنا في حاجات كتيرة اوي بشكل الوحدة جميل ومميز طبعا احنا بنشبك في ثلاث وحدات ثلاث فراغات دايما احنا متعودين نشبك ان انا بارتفع نصف الفلاسل في الوحدة اللي معي وبعد كده باشتغل في الوحدة اللي هي التانية اللي انا بعملها زيها ما باشتغلش الراويند الاخير ده باشتغل نصف السلاسل هنا ونصف السلاسل في الراويند في الوحدة التانية لو اعجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشيروا واشتراك في القناة موسيقى موسيقى